طيب عشان نبسط الموضوع لو حبيت تعطي تعريف لموضوع الوحدانية وحدانية الله كيف ممكن نعرفها بشكل مبسط نحن نعبد إله واحد لأن له جوهر واحد عرف لو في جوهرين تعدد إليها كفر وشرك لكن نحن ننادي بإله واحد الكتاب المقدس يكلمنا عن إله واحد له جوهر واحد هذه الوحدانية جامعة وهذا يتوافق مع الكمال الإلهي لممارسة كل صفات أزلا وهذه الوحدانية جامعة ليست مجردة ليست مطلقة لأن الوحدانية جامعة مجردة والمطلقة تتنافى تماما مع العقل وتتنافى مع المنطق العقل يرفضها نعم العقل يرفض إله ليس له صفات